منذ اللحظات الأولى لهجوم مجد الشمس هناك اتفاق في إسرائيل على حتمية الرد على حزب الله قبل أن تظهر أنباء عن وجود خلافات حول حجم الرد ومداه مصادر أمنية إسرائيلية تحدثت عن خلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية حول كيفية الرد على حزب الله وبحسب المصادر فأن القيادة السياسية وبالأخص أقصى اليمين تطالب برد عنيف حتى لو كانت النتيجة حربا واسعة ويرى شركاء نتنياهو المتشددون عدم التعويل على سياسة الاغتيالات التي يرون أنها ليس لها تأثير واضح ولم تلجم حزب الله بل ويرون أنه بعد الهجوم على الجولان يمكن تغيير قواعد الاشتباك مع الحزب في المقابل تطالب القيادة العسكرية برد محسوب ومحدود لا يؤدي إلى اشتعال حرب واسعة قد تتحول إلى حرب إقليمية كبيرة فوزير الدفاع يو آف جالانت يطالب برد يوضح لحزب الله ثمن تغيير قواعد القتال لكن في الوقت ذاته يشير إلى محدودية الحرب ومنعها من التحول إلى حرب شاملة خاصة وأن الجيش الإسرائيلي بحسب المصادر يمتلك بنك أهداف كبير لمواقع حزب الله والتي لم يستهدفها من قبل بسبب الضغوط الدولية لا سيما من واشنطن اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر